في تغريدة لافتة تحدث الصحفي والكاتب الاقتصادي مونير يونس عن مافيات تقوم بعمليات بيع دولارات وصفها بالوسخة في السوق السوداء لتشتري بها ليرات وتستبدلها بدولارات من منصة صيرفة التي اعتبرها منصة مشبوهة مقدرا عملية تبيض الاموال التي تحصل بمئات ملايين الدولارات فما تفاصيل ما يحصل طاليقا على ذلك اشارت اوساط مراقبة الى ان لبنان يعيش اليوم فيما يسمى بالكاش ايكونومي وعادة ما يحصل عمليات تبيض اموال في نوع كهذا من الاقتصادات والهدف هو ادخال الاموال الوسخة الى النظام المالي وتضيف الاوساط الى ما ذكره يونس ان جزءا من هذه الاموال الوسخة تدخل عبر منصة صيرفة والمسؤول عن ذلك مفيات معروفين في البلد وقالت مصادر هذه الاموال عديدة وهي تجارة المخدرات والتهرب الضريبي وصفقات الفساد والتهريب على الحدود اضافة الى انواع مختلفة من الاموال الوسخة التي يتم تبيضها في صيرفة وبتغطية من مسؤولين كبار ولفتت الاوساط الى ان العملية تحصل عبر صيرفة لان المصارف ترفض ادخال الاموال بدون معرفة مصدرها ولذلك يتم تبيض الاموال المشبوهة عبر المنصة وبعدها يتوجه مبيض الاموال الى المصارف ويودع هذه الاموال بعد ابراز ايصال من صيرفة على ان تستخدم فيما بعد لاهداف عدة واكملت اصبح اليوم هناك دولارات لبنانية وسيخة في السوق وبحال وصلت اموال غير نظيفة من الدول المحيطة فايضا يتم تشغيلها في صيرفة وانتقدت الاوساط عدم وجود الى شفافة في منصة صيرفة تخولنا معرفة من يتداول فيها ولذلك هي منصة غير شفافة ويجب ادخال جميع المتورطين الى السجن واذا وقعت الاوساط نهاية لعبة صيرفة خيرت اللبنانيين بين من يريد حكم القانون او حكم المافيات اما عن عمل صيرفة بعد رحيل الحاكم فرجحت الاوساط ان نواب الحاكم يريدون تشغيل المنصة عبر شركة عالمية معتبرة انه اذا استمروا بصيرفة كما هي الان فهذا يعني ان شيئا لم يتغير ويجب محاسبتهم اشتركوا في القناة